دلوقتي هنروح لموجز الأهم الأخبار مع دينا تفضلي دينا مشكرك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بالتنصيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة للضماني توافر الصلع الأساسية بالأسواق وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها تلبية لاحتياجات المواطنين لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزيري المالية والتجارة والصناعة بحضور رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الخطوات التنفيذية المتخذة لتوفير السلع الأساسية بالسوق المحلية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم عرض أهم الإجراءات المتخذة لتنظيم حركة التجارة الخارجية للسلع الأساسية وذلك في ظل تداعيات الاقتصادية العالمية مع التأكيد على التأثير الإيجابي لهذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار في متوسط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المحلية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلة لموارد مصر من البترول والغاز الطبيعية وكذلك الانتهاء من مختلف المشروعات الصناعية في قطاع البترول بهدف الحد من الاستيراد وتوفير المنتجات البترولية عالية الجودة إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للخامات البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلي في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع رئيس سيسي مع رئيس مغلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قررت تخفيف عدد من قيود مواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد خلال شهر رمضان كما وافقت اللجنة على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان وكذا مد موعيد غلق المحل والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحا كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في قاعات المغلقة بالفندق مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وذلك بداية من شهر إبريل المقبل أكد الرئيس الأوكراني فلادامير زيلينيسكي أن قاضية حياد أوكرانيا التي تشكل أحد البنود المركزية في المفاوضات مع روسيا لإنهاء النزاع يتم دراستها بعمق وقال زيلينيسكي أن أحد بنود المفاوضات ينتناول الضمانات الأمنية والحياد وأن أوكرانيا مستعدة للقابول بهذه الضمانات وأكد زيلينيسكي أن أي اتفاق بين الجانبين يجب أن تصادق عليه برلمانات الدول الضامنة وأنه سيتم عرضه على استفتاء تعهد المساشر الألماني أولاف شولتس باتخاذ إجراءات دراماتيكية إذا استخدمت أو استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا وأكد شولتس أن استخدام الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية يجب أن لا يحدث مشيرا إلى أنه بحث هذه المسألة في محادثات مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين وشدد المساشر الألماني على أن استخدام الأسلحة البيولوجية من شأنه أن يترتب عليه عواقب وخيمة مشيرا إلى أن ألمانيا تفعل كل ما بوسعها لمساعدة أوكرانيا اتهمت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني رينا فرشتشوك روسيا بارتكاب أفعال غير مسؤولة حول محطة شرنبل لتوليد الكهرباء والتي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق إشعاعات عبر معظم أنحاء إيروبا وحثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني الأمم المتحدة على إفادة بعثة لمحطة شرنبل لتقييم المخاطر مشيرة إلى أن القوات الروسية تعملوا على إطفاء الطابع عسكري على المنطقة المحضورة حول المحطة التي شهدت أسوأ حادث نوي مدني في العالم عام 1986 فاز الممثل الأمريكي الأصام تروي كوتسور بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعدة عن دوره في فيلم كودا كما فازت أريانا ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم الموسيقي الكلاسيكي ويست سايد ستوري قصة الحي الغربية كما فاز الفيلم درايف مايكار للياباني ريسوكي هاما جوشي بأوسكار أفضل فيلم دولي ورياضيا وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة السنغالية داكار ويستعد الفراعين لمواجهة السنغال غدا الثلاثاء في إياب المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكان منتخب مصر قد حسم مواجهة الذهاب لصالحه بهدف دون رد ختم مجزء الثامنة وفاصل ونهود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر